ده خلينا سألك على منتخب الناشئين ومنتخب الشباب مع ميكالي والكابتون أحمد الكاس تمام شايف نتائجهم والظروف اللي هم محطين بيها دلوقتي بص خلينا نتكلم بقى بمنطقية تمام آه ممكن فيه أخطاء بدأت من الأول غلط جدا يا محمد في اختيارات المدربين في التشكيل الأجهزة الفنية كلام ده كل بس انت دلوقتي انت في أمر واقع تمام لما يكون أنا دلوقتي بص تشكيله هو حتى بتاع الألفين وخمسة عبدالله بستانجي أحمد قباقة في محمد السيد محمود لبيب محمد سمير ملوان محمود عمر خالد بيب وعمر خضر ومحمد زعلوك تمام اللي بكلمك فيها محمد خلاص احنا دلوقتي اللي حصل حصل خلاص أنا بس اللي بيزعلني حاجة واحدة احنا دلوقتي يا جماعة الناس بلعبوا بطولة ودولوا الولاد صغيرين مش كل حاجة لازم هجوم طيب ما أقولك على حاجة نرجع كده لكس العالم الأرجنتين خسرت من مين يا جماعة من السعودية ما احتراننا طبعا للسعودية وفي الآخر خدوا ايه خدوا بطولة فاحنا اللي بنتكلم في ايه لازم آه لازم انتكت بس اختر التوقيت لازم التوقيت مهم جدا طب الناس اللي بتانتكت دلوقتي يا محمد ما انتكتش ليه قبل ما البطولة تبدأ ما انتكتش ليه في الاختيارات دلوقتي أول ما هي دي مشكلتنا في مصر عارب ما انتكت ايه انك مرة واحدة بعد ما شغل عامل وقيا الرياض لمدة سماء تشيره وتجيب جهاز تاني في توقيت زيادة مليون في المئة عشان كيب بقولك ايه عندك مليون في المئة طب على قل كنت تخلي وقيا الرياض مع الراجل يشتغل وميكالي يستلم بعدها بالزبط بالزبط عشان كينا بقولك خلاص يا محمد اللي حصل حصل بس انت ما قدمكش دلوقتي يا محمد غالي ايه اللي يحصل ان احنا يبقى فيه مسندة دول ولاد صغيرة واكيد كل حاجة بتنتقل لهم التعطيع اللي بيحصلوا الكلام ده كل لكن خلاص خلينا ندكز يمكن اللي حصل دوت اللعبة دي ربنا يكرمهم ويغضي البطولة والناس كلها تتعاطف معاهم يا ان شاء الله